كان رئيس الهيئة العامة للاستعلمات ضياء رشوان قد أكد أن مصر تجري اتصالات مكثفة مع كل الأطراف لتمديد فترة الهدنة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني لمدة يوم أو يومين إضافيين أوضح رشوان أن مصر تلقت خلال اتصالاتها مؤشرات إيجابية من كافة الأطراف لتمديد فترة الهدنة بما يعني الإفراج عن مزيد من المحتجزين في غزة والأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية اشتركوا في القناة